السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشرب ملعقة من زيت الزيتون على الريقة فهذا ما يفعله بجسمك النتيجة ستفاجئك ولكن قبل أن نبدأ نريد أن نجمع مئة صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودعمنا بإعجاب لهذا الفيديو وإذا كنت قد تناولت الثوم وزيت الزيتون اضغط لايك لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات مرحبا بكم من جديد يتميز زيت الزيتون بفوائده العديدة والمذهلة للصحة فهو غني بالعناصر الغذائية المفيدة والأحمد الدهنية والفيتامينات ومضادات الأكساد والدهون الأحادية التشبع كلها عناصر تحافظ على القلب والأوعية الدموية وتمنع تلف خلايا الدم الحمراء بل إن فوائده معروفة أيضا في خفض الوزن وتخفيف الألم وبحسب تقرير نشرة موقع بولد سكاي المعني بالشؤون الصحية ينصح خبراء التغذية بإدخال زيت الزيتون ضمن أنظمة الغذائية اليومية بل ينصحون بتناوله على معدة خوية لدمان الاستفادة بفوائده الذهبية التي تتضمن زيت الزيتون يعزز من عملية الهضم وحركة القولون ويقيم من الإمساك مفيد للجلد زيت الزيتون مفيد جدا للجلد والأظافر كما أنه ينعم ويصلح ويرتب الشعر ينقل كبد يلعب الكبد دورا هاما وحيويا حيث إنه مسؤول عن تنظيف كل أعضاء الجسم الداخلية لذا فمن المهم تنقية الكبد نفسه من السموم وذلك يمكن أن يتم عن طريق زيت الزيتون يمكن خلط معلقتين من زيت الزيتون على عصير ليمونة وتناولهم كوصفة لتنقية الكبد من السموم يخفض الوزن يحتوي زيت الزيتون على كمية كبيرة من الأحماض الدهنية التي تعتبر من أفضل أنواع الدهون من حيث الفائدة كما أنها تعطي الإحساس بالامتلاء والشبع كما يعتبر زيت الزيتون أفضل بديل عن استخدام الزبدة يقوي مناعة الجسم تلعب الأحماض الأمينية دورا هاما في تقوية مناعة الجسم وبالتالي تعزز من قدرة الجسم على مقاومة الأمراض يحمي القلب من أفضل الوسائل لزيادة الكوليسترول المفيد في الجسم تناول زيت الزيتون الذي يعود بفوائد لا تحصى على القلب والأوايا الدموية كما أن زيت الزيتون يخفض من الكوليسترول الضار يقلل من الالتهابات زيت الزيتون معروف بفوائده المضادة للالتهابات وقد أثبتت الدراسات أن تناول حوالي 3 إلى 4 ملاعق من زيت الزيتون يعطي نفس تأثير الأيوابروفين يسيطر على مستوى السكر في الدم يساعد زيت الزيتون في تخفيض مستوى السكر في الدم لذا ينصح الأطباء مرضى السكري بتناول زيت الزيتون يحمي المخ يعزز زيت الزيتون من صحة المخ كما أنه يقي من تدهور الإدراق العقلي مع تقدم في العمر ويقوي الذاكرة ويقلل من فرص التعارض للإكتئاب وهذا كان كل ما لدينا اليوم شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء